كيف اخفي القصة الصديق عندي على الفيسبوك بدون ما يعرف؟ فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور النهاردة الفيديو بتاعنا كده ازاي نخفي القصة الصديق على الفيسبوك بدون الصديق ده ما يعرف ان انا عملت له اخفاء قصة ومعدتش اشوف القصة بتاعته تاني او معدتش تظهر لي القصة بتاعته تاني يايليط بقي قبل ربدأ شرح النهاردة لايك الفيديو اشترك في القناة صلى على نبي في الكومنتات صلى على نبي في الكومنتات عليها افضل السلام كتير 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 وايلا بنا بقى على الشرح ازاي ما قلت لك لا تنسلين لايك الفيديو لان اللايك ييفرق معي كتر في الفيديو فالاوا انت امتحدا بقي اتفاقлись كده بتدعمني ان انا Nasıl Harga Willy كتير ويلا بينا على الفيسبوك طبعا زي ما احنا عارفين ان التعليق بكتير مهمة تنبوا اعلى كده فيه قصص ساعات منها بتعجبنا وفيه قصص ما بتعجبناش فيه كمان برضو بتبقى اشخاص انت متضايق منه ومش عاوز قصصهم اصلا تظهر فكل اللي عليك لو هي حتى صفحة او صديق او شخص عندك على الفيسبوك وعاوز ان انت تخفي القصص بتاعته كل علينا بروح على القصة اللي هو منزلها وكل علي بضغط ضغطة مطولة على القصة لما بتضغط ضغطة مطولة وطبعا اللي انا بلغي القصص بتاعتها دي هي صفحة عامة بعمل اخفاء قصص بتضغط عليه من هنا بيحدد للمدة 24 ساعة او لمدة اسبوع او حتى اقوم بإلغاء الاخفاء طبعا زي ما انت عاوز لو عاوز تلغي المدة بتاعتها 24 ساعة او اسبوع بس بتقدر انت تفعل الاختيار ده وتعمل اخفاء لو انت عاوز حتى اقوم بإلغاء الاخفاء بتفعل الاختيار وبتضغط على كلمة اخفاء كده مش هيظهر لك تاني قصص على الصفحة دي طيب حتى ايا كان صديق عندي على الفيسبوك برضو لو انا عندي صديق على الفيسبوك وعاوز اعمله ان ما يظهرش عندي تاني القصص بتاعته برضو بروح على الصديق ضغطة متوالة على القصة بتاعته وهنا اخفاء قصص وبضغط عليها وهنا برضو بيأكد لك وانا بضغط على الاختيار بتاعي وبضغط على اخفاء كده انت عملت له اخفاء مش هيظهر عندك تاني بس كده اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته